اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الموضوع ماشي زي ما هو كده اختلف بين العرب والرؤساء لا ده عايز ده ولا ده عايز ده ولا ده عايز ده ما قالوا بشار عمل ايه بشار عشان كل الدوشة دي تحصلوا عمل ايه معمر القذافي كان عمل ايه عشان الناس دي كلها تضيع ليبيا ايه مصر عملت ايه عشان يحصل فيها جده كويت عملت ايه عشان يحصل فيها جده اتنا مذابح تبني القلب احداث طبعا لا يقبل العفو ولا المنطق ولا اي حد في مطار عبا طبعا بيبيا لا يوجد مذابح في سوريا انما هناك عصابات ارهابية تتمول من دول شتى وتتسلح من دول شتى من اجل تفتيت الوطن السوري خلاص من اجل تفتيت الوطن السوري وتعمل لحساب ملاء في الخارج وهلاء عملاء في الداخل يعملون لحساب دول وعصابات ومنظمات عالمية من اجل تفتيت سوريا لصالح ايه اجنداتهم الخاصة والله ودماء المسلمين كلها اخرى ويجب على المسلمين كلها انها تتحرك باتجاه المذابح في سوريا وكلنا هنسأل يوم القيام عن المذابح في سوريا وانا يعني اتمنى ان كل الناس ستتدخل لحل عزمة سوريا بالنسبة للمجادة في سوريا طبعا صبه في جميع الاسلام بيبيا نعم لان بيتنتق فيها جميع انواع المبكرة بيبقى الاطشار بيبقيته ودامناها عن سيد داموه الشجر بيته السيدات بتقتصر بيتنتحر الست عشرين فطبعا ده كل ده حرام فحرام الله يوى بش الله بصراحة تعادل حدوث ورئيس بودن دامعا بصراحة يعاملوه محدش عارش وقفه بسنا اما اتفضلوه انواع المسلمين بيش حدي بدافعان ورا حدي بهم تتسعملوه ايه بسنا اظهان ملكيبت البشار ورون وبودن وكل بيوافنا على بشار حسب اظهان مكيفيه بسبب زبح الأطفال وزبح النساء وزبح الزجال بتعدي الحدود تصراح بكل خطوط الحمر معلوم لا تخلوش اي حاجة لا تخلوش اي حاجة معلوم نفس حاكم عربي يطلع يقول انا ضب البشار ويوقف ويحارب البشار واحنا كل انا امام عادم بسنا اسف ما فيك اسف ما هو نعملوكي